من الأشياء التي تحير قرأتم القرآن ولم تعملوا به أنت لم تقرأ القرآن؟ سؤال من حين لآخر هالآية طبقة أنا؟ ما الموقف أمام الله عز وجل؟ ماذا فعلت بهذه الآية؟ يترى السلوك وفق منها جي الله؟ أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها كلها سلبيات في حياتنا قلتم إن الشيطان لكم عدو فوافقتمه قلتم إن النار حق فلم تهربوا منها قلتم إن الموت حق لم تستعدوا له إن تلهتم من النوم نستنع إخواننا الكرام الإنزام لما يستيقظ شوف دعاء دعاء لطيف يعلم أشياء كثيرة الحمد لله الذي رد إلي روحي وقف وعفاني في بدني صلى وأذن لي بذكره الحمد لله الذي مدّ لي في أجلي وعفاني في بدني وأذن لي بذكره ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا يعني عفوا كم مليون مسلم فيه بعتقد فيه مليونين أعفوا مليارين فيه مليارين مسلم قبل عشر سنوات مليار وسبعمائة ومئتين الآن فيه مليارين مسلم وَلَنْ تُغْلَبَ أُمَّةِ مِنْ إِثْنَي عَشَرَ أَلْفَ مِنْ كِلَّةِ أنا فيه مشكلة كبيرة أين الخلال؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَزَوَالُ الْكَوْنِ أَهْوَنُوا عَلَى اللَّهُ مِنْ أَلَّا يُحَقِّقْ أَوْعُودَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَبَ اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَمْرِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ يعني همس هل نحن مستخلفون في الأرض؟ أنا أرى حود نفسك أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح في خبس عواصل محتلة من غير المسلمين هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا ولا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ معنى قانون هذا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي إلتظى لكم؟ هل هذا الدين ممكن؟ أم يواجه حرباً عالمية ثالثة؟ كانت بعد حين فحت الطاولة واليوم فحت الطاولة أحد أعضاء الكونغرس يقول بما أننا مهيمينون على الشرق لن نسمح بقيام حكم إسلامي في شكل أرسل للآخر هذه حقيقة مرة وأنا أتمنى يتعامل واحد من حين لآخر مع الحقيقة المرة لأنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح واحد معه شيك مذور إذا أبرزه سجد خمس سنوات فإذا كان اعترف أنه مذور وما أبرزه ما بيكون أذكى وأعطى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَيُّ دِينَ وَعَدَ بِالْتَمْكِينِهِ أي دين وعد بتمكينه الذي ارتضى لهم؟ أي دين وعد بالتمكين الذي ارتضاه الله؟ في دين احتفالات، في دين مناسبات، في دين أشكال غير مصدقة يعني بعض البلاد الإسلامية بعيد مولد في مخالفات ليعلموها إلا الله رقص ما رقص، صاد في بضع، البضع كثرت قال لي واحد الدين مجدد قلت له الدين توقيفي، معنى توقيفي أنك إذا حذفت منه اتهمته بالزيادة، وإن أضفت عليه اتهمته بالنقص الدين توقيفي، لكن إذا أصرت عليه ما معنى التجديد في الدين؟ دقيقة، أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد وأشياء كثيرة بالتجديد، يعني أن تخاطب عقل الإنسان وقلبه وجسمه الإنسان عقل يدرك، عقل يدرك، وقلب يحب، جسم يتحرك غذاء العقل العلم، غذاء القلب الحب، غذاء الجسم الطعام والشراب فإذا غذيت عقلك بالعلم الصحيح، الرباني، وغذيت قلبك بحب يسمو بك إلى الله وغذيت جسمك بطعام اشتريته بمال حلال، تفوقت أما إذا اكتفيت بواحدتين، تضرقت ولعلكم تقرؤون كلمة مفلح، كلمة ناجح النجاح أحادي، إنسان قد ينجح بجمع المال بلقت معه 93 مليار دولار، شو قولكم؟ هذا ناجح بجمع المال، وإنسان آخر نجح بتسنم منصب به فيه 45 سنة منصب رفيع جدا، نجاح هذا لكن البطول هو الفلاح للنجاح ما الفلاح؟ للتقريب أن تنجح مع ربك معرفة، وطاعة، وتقربا، واتصالا وأن تنجح مع أهلك بيتك إسلامي، الزوجة محجرة، البنات طالبات علم شرعي الأولاد مستقيمون مستقيمون، وأن تنجح في بيتك، وأن تنجح في عملك، عملك مشروع، ما في عمل في خطأ، ما في معصية، وأن تنجح مع صحتك، إذا نجحت مع صحتك، وفي بيتك، وفي عملك، ومع ربك، هذا اسمه فلاح، الفلاح نجاح متعدد، متعدد، والله عز وجل قال بآيات كثيرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بحاس على الفلاح، الفلاح متعدد، إنجح مع الله معرفة، واستقامة، وتقربا، ودعوة، وانجح مع أهلك، أنت ملتزم، والزوجة صالحة، والبنات محجبات، والأولاد قلاب علم، وانجح بعملك، عملك ما في غلط، ما في مادة محرمة، وانجح بالنهاية مع صحتك، فهذا العالم سؤل ما لنا ندعو فلا يستجابوا لنا، فقال هذا العالم لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء، أولاً أنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، يعني ما الذي يمنع؟ يجلس مع نفسك شيء عشر دقائق، مسيك ألم ورأة أكتب، وين في تأثير بحياتي؟ يترى صلواتي منتظمة، بالصلاة بحس بقرب من الله، بغض بصري عن محاريم الله، دخلي حلال، في أنفاق لا يرضي الله، في سهرة مختلطة، أمين المراجعة على نفسك؟ هذول الأذكياء، والموفقون براجع أنفسهم، ماتت قلوبكم بعشرة أشياء، عرفتموا الله فلم تؤدوا حقه، في عنا شعائر يا أخوان، بالعالم الإسلامي فيه شعائر، شعائر موجودة، مساجد، مآزن، معاهد، قرآن، بالإذاعة، كل شيء موجود، بس لماذا وعود الله غير محققة؟ هذا ليس سؤال كبير، غير محققة، تماماً كبيت في جميع الأجهزة الكهربائية، بس ما في كهرباء البيت، كلها كتل بلاستيكية، تجي الكهرباء، كلها اشتغال، الغسالة غسلت، والسلاجة بردت، والمروحة دارت، فهذا التيار مأطوع، شو بلدقي معي شوي، إذا مأطوع ميلي واحد أو متر مثل بعضهم، ميلي أو متر أضع، فالإنسان إذا كان يريد أن ينحرم من الله لأسباب تافهة، لسهرة مختلطة، لدخل مشبوط، ممعهود، الضحي بالآخرة، بالجنة، من أجل أشياء طفيفة، لذلك أخواننا الكرام، فيك نقطة دقيقة، وتعلقة بالصغائر والكبائد، أنا سأقول أنت ماشي بطريق، عرضه ستين متر، ستين بالضبط، وعن يمين الطريق وادي سحيق، وعن يسار وادي سحيق، أنت ماشي بالوسط، ما هي الصغيرة؟ إذا المقود حرّكته سانتي واحد، سانتي، لو سبّتت السانتي، وين المصير؟ على الوادي، ولكن ليس رأساً، فيش إدايتين أو ثلاثة، ولو حرّكته تسعين درجة، ورجعته، لا يوجد شيء، لذلك ورد لا صغيرة مع الإصرار تنقلب كبيرا، ولا كبيرة مع الاستغفار، من مع الله صلح؟ إذا رجع العبد العاصي إلى الله، نادى مناد في السماوات والأرض، أنهنئوا فلاناً، فقد اصطلح مع الله، ورد ببعض الأشعار، أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا، فإنما نحنا بالرضى من أحبنا، ولذ بحمانا، واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخرص لنا تلقى المسرة والهنى، وَسَلَّمْ إِلَيْنَا الْأَمْرَ فِي كُلِّ مَا يَكُنْ فَمَا الْقُرْبُ وَالْإِبْعَادُ إِلَّا بِأَمْرِهِ فَيَا خَجَلِ مِنْهُ إِذَا هُوَ قَالَ لِيْهُ أَيَا عَبْدَنَا مَا قَرَأْتَ كِتَابَنَا؟ أَمَا تَسْتَحِي مِنَّا وَيَكْفِي كَمَا جَرَى؟ أَمَا تَخْتَسِي مِنْ عُتْبِنَا يَوْمَ جَمْعِنَا؟ أَمَا أَنَا أَنْ تُعْرِضْ عَنِ الدَّنْبِ رَاجِعًا؟ وَتَنْظُرْ مَا بِهِ جَاءَ وَعَدُنَا؟ فَأَحْبَارُ مَا اختَارُوا الْمَحَبَّةَ مَذْهَبًا وَمَا خَالَفُوا فِي مَذْهَبِ الْحُبِّ شَرْعًا؟ فَلَوْ شَاهَدَتْ عَيْنَاكَ مِنْ حُسْنِنَا الَّذِي رَأُوهُ لَمَا وَلَّيْتَ عَنَّا لِغَيْرِنَا؟ وَلَوْ سَمِعَتْ أُذُنَاكَ حُسْنَ خِطَابِنَا؟ خَلَعْتَ عَنْكَ ثِيَابَ الْعُجْبِ وَجِئْتَنَا؟ وَلَوْ ذُغْتَ مِنْ طَعْمِ الْمَحَبَّةِ ذَرَّةً عَذَرْتَ الَّذِي أَضْحَى قَتِيلًا لَعُبِّنَا؟ فَمَا حُبُّنَا سَهْلٌ وَكُلُّ مَنْ ادْدَعَ سُهُولَتَهُ قُلْنَا لَهُ قَدْ جَهِبْتَنَا؟ فَأَيْسُرُ مَا فِي الْحُبِّ لِلصَّبِّ قَتْلُهُ وَأَصْعَبُ مِنْ قَدْلِ فَتَى يَوْمَا نَجِبَا أخواننا الكرام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يفترقوا إلا على تلاوة سورة العصر الله قال والعصري لماذا؟ لأنه والله ما قرأت بحياتي تعريف جامع مانع للإنسان كتعريف الإمام الحسن البصري قال الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه أنت زمن ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن فقال والعصري جواب القسام والعصري إن الإنسان لفي خسر خاسر لماذا يا ربي الخسارة؟ قال لأن مضي الزمن وحده يستهلقه يعني ولد بعد فترة مشي فرحوا الأهل بعدين قال بابا بعدين حفظ الفاتحة كل ما أجضي بابا تع سمع أمو الفاتحة بعدين دخل حضانة دخل افتدائي دخل متوسط دخل ثانوي بعدين دخل جامعة أخذ شهادة يعني معه مبلغ بسيط وأبو عاونه اتزوج عنده صار زوجة وأولاد ثلاث بنات وصبي مثلاً الخط طالع 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 هل قلب وقف؟ الدم جمد؟ تهدوا يرجع للصفر رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت أما المؤمن والله لا أبالغ خط البيان صاعد صعود مستمر والموت نقطة على هذا الخط الصاعد صعود مستمر الله وعده بالجنة قال له عند الله شيء كثير جداً وفي تطميم وفي كرامات لذلك أخواننا الكرام استقيموا قال ولن تحصوا ولن تحصوا ماذا؟ الخيرات سعادة سعادة توفيق توفيق مودة مع الأهل مودة أولاد مربائين تمام دخل مقبول بغطي كل نفخاتك إذا ما كان في فرق جوهري بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن تكون الدين مودين الله عز وجل إله كن لي كما أريد أكن لك كما تريد كن لي كما أريد ولا تعلني بما يصلحك أخواننا الكرام ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاً وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوية تحت قدميه وخطعت أسباب السماء بين يديه يعني راقب نفسك كلامك مطبق بحياتك كلام سهل كل إنسان يعمل واحد يكون سهل بشكل يا ترى مطبق كلامك ببيتك بيتك إسلامي علاقتك مع أهلك بجم أنا مسأل بسيط من دقة النفس دخلت للبيت الساعة وحدة بالليل قالت لك الوالدة أنا بدي هدوه الله يرضى عليك أنت تعبان الساعة وحدة بالليل قالت لأ كلهم سكر هلا ماكي حقا خجلت وسكتت أما أنت تعرف فيه سيدة رياد مناوبة بالليل فأنت تحس أنه أنت ما أديت الواجب لو فرضنا كنت بطل ورحت الدوة ملئيته بالحالتين الوالدة الدوة ما أفضته لكن أول مرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة كمان اللوامة نعمة هناك شخص هناك شخص هناك شخص هناك شخص الآن العنصر الثاني زعمتم أنكم تحبون رسول الله ثم تركتم سنتكم سؤال النبي الكريم بالهجرة طبعا وضع مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً مئة ناقة والناقة والناقة ليس سهلة مثل مرسيديس مثلاً غالية جداً سراقة طمعة بالمئة ناقة تبعه النبي قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست ثوار كسرة؟ ما هو؟ واحد ملاحق مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً يعد ثراقة بثوار كسرة يعني أنا سأصل سالماً وسأنشئ دولة وسأنشئ جيش وسأحارب أكبر دولة بالعالم فارس وسأنتصر والغنائم سوف تأتي ولك منها سوار كسرة هذا تاريخ هاي وقاعي يا أخوان والله موجود الإله العظيم يلي نظروا الصحابة موجود والوعود قائمة والوعود زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين هاي ملشان معنوياتنا إياك أن تقول نحن انتهينا الأمل هذه الأمة لا تموت لكنها تنام أحياناً وكلام دقيق إذا رمزنا للحق بالشمس الساطعة وللباطل بالظلام الدامس مع الأسف الشديد الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس هلأ يقول كلمة دقيقة مشان الشباب يعني إذا الأمة ما طبقت هالإنسان شو زنبه نقول لك أيها المؤمن هذا الدين عظمته دين فردي وجماعي فردي وجماعي فردي وجماعي يعني انطبقت انت وحدك وحدك ما في غيرك قطفت كل ثماره الفردية يعني من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة وعد الله فوق الظروف كلها من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة الله وعلك بحياة طيبة هي تلمسها في بيتك في نفسك في عملك في رحتك النفسية عندك استقرار عندك محبة ل الله عز وجل إلك معه هيك خط ساخل تدعوه في الليل يستجيب لك في النهار دين شيء جميل جداً لذلك ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته لا بد من أن تؤمن بالله العظيم والله العظيم كيف تؤمن به؟ الله ماذا قال؟ قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم الآن دققوا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار يعني مثلاً التفكر في خلق السماوات والأرض أرقى عبادي على الإطلاق أنا أسميها عبادة التفكر لأنها تضعك وجهاً بوجه أمام عظمة الله هذه العبادة والله عز وجل ذكر آية أمر ينبغي أن تأتمر وآية نهية ينبغي أن تنتهي وذكر قصة ينبغي أن تتعز وإذ كان ذكر لك ألف وثلاثمئة آية ماذا ينبغي أن تعمل؟ أن تتفكر في خلق السماوات والأرض أخواننا الكرام الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة يعني يدخل بجوف الشمس مليون وثلاثمئة ألف أرض وبينهما مية وستين ألف مية وستين ألف كيلو متر دقق الآن الآن في نجم بالعقرب اسمه قلب العقرب في مجرات أحد مجرات العقرب قلب العقرب هذا النجم يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهم الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة وبينهما مية وستة وخمسين مليون كيلو متر وفي نجم ببرج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهم هذا الإله العظيم يُعصى ألا يُخطب وده؟ ألا تُرجى جنته؟ ألا تُخشى ناره؟ بدي موقف حاسن بدي إرادة صادقة بدي تفتح مع الله صفحة جديدة من الآن فتح مع الله صفحة ونجيب الليل إذا ما بتقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أيكون أدقى مني في عندك مشكلة ألا تحب السعادة؟ ألا تحب التفوق؟ ألا تحب تكون بيتك إسلامي؟ عندك زوجة وأولاد؟ كل طلباتك محققة عند الله عز وجل والله مرة النبي الكريم أرتفى سعداً خلفه على الداخل أنا ما بنسى الحديث قال له يا سعد ما حق الله على عبادك؟ فقال أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئاً يا سعد ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئاً ثم سألوا يا سعد ما حق العباد على الله؟ اسمعوا يا شباب ما حق العباد على الله؟ إذا هم عبدوه؟ قال أن لا يعذبهم معك حق من الله الله ضمن لك تكون حالتك سعيدة ماذا تنتظر؟ من الأشياء التي تحير قرأتم القرآن ولم تعملوا به؟ أنت لا تقرأ القرآن؟ سؤال من حين لآخر هذه الآية طبقة أنا؟ ما الموقف أمام الله عز وجل؟ ماذا فعلت بهذه الآية؟ هي ترى السلوك وفق منها جي الله؟ أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها هذه كلها سلبيات في حياتنا قلتم إن الشيطان لكم عدو فوافقتموا قلتم إن النار حق فلم تهربوا منها قلتم إن الموت حق لم تستعدوا له إنترهتم من النوم نستنع إخواننا الكرام الإنزام لما يستيقظ ما في دعاء؟ في دعاء لطيف بعلمك أشياء تريد الحمد لله الذي رد إلي روحي وقف وعفاني في بدني صلى وأذن لي بذكره الحمد لله الذي مدني في أجلي وعفاني في بدني وأذن لي بذكره